تطورات عملية الدهسة التي شهدتها تل أبيب من القدس معنا مراسل تلفزيون العربي عبدالقادر عبدالحليم أهلا بك عبدالقادر ما هي التداعيات حتى الآن سياسيا وأمنيا بعد هذه الحادثة نعم ريمة حتى اللحظة التصريح السياسي البارز الوحيد كان من موقع العملية من قبل وزير الأمن القومي إتمر بن كفير الذي عادة يسارع إلى مواقع العمليات المختلفة سواء كان ذلك داخل الخط الأخضر أو حتى في الضفة الغربية يدلي بذات التصريحات تصريحات متشابهة جدا يدلي بها في كل مرة تتعلق أولا بمسألة سياسة بن كفير في توزيع السلاح على الإسرائيليين والحديث هنا عن توزيع السلاح على المواطنين على المدنيين الإسرائيليين إذ يقول بن كفير أن هذه السياسة تنقض الأرواح على حد ادعائه من منطلق أن الإسرائيليين بإمكانهم إطلاق النار على منفذي العمليات بصورة أسرع قبل قدوم الشرطة أو جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مواقع العمليات المختلفة بالتالي بن كفير عاد اليوم على هذا المطلب عاد على هذه السياسة بالقول أن سياسة توزيع السلاح بشكل كبير مستمرة وهي أثبتت نجاعتها على حد تعبيره وأضاف أيضا الحديث عن مزيد من الإجراءات التي يريد تنفيذها وتتعلق بطرد عائلات منفذي العمليات من سواء كان ذلك داخل الخط الأخضر أو حتى في الضفة الغربية هو يتحدث عن قانون سيطرح يوم الثلاثاء من قبل حزبه أو مقترح قانون سيطرح على رئيس الوزراء الإسرائيلي أشار إلى أنه ينتظر دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذا الطرح المتجدد وليس جديد لكن في كل مرة يعود بن كفير ويطرح هذا الموضوع تحديدا بعد العمليات بين الفينة والأخرى بالتالي التصريح السياسي صدر عن بن كفير ما دون ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي تطرق بشكل عاجل إلى العملية لم يتحدث عن التفاصيل قال أنه ينتظر المجريات التحقيق الكامل حول ما جرى قرب جليلوت في هذا اليوم بالتالي رئيس الوزراء الإسرائيلي تحفظ على ذكر التفاصيل ربما هذا التحفظ ناتج أيضا عن أن الشرطة الإسرائيلية حتى اللحظة لم تقر بصورة كاملة على الرغم من كل الحديث الإعلامي الإسرائيلي في الساعات الأولى وكل حديث حتى الشرطة الإسرائيلية حول الاشتباه بعملية لكن لم تقر حتى اللحظة بكون ما حدث هو عملية على خلفية قومية واضحة إنما تشير إلى الأمر كحدث جليلوت بهذه المصطلحات تتحدث عن عملية جليلوت بانتظار أن تتضح ربما التحقيقات الكاملة من الشرطة الإسرائيلية ينتظر رئيس الوزراء الإسرائيلي المزيد من التحقيقات ليتحدث هو الآخر عن العملية ما دون ذلك نتحدث عن قتيل وعن عدد كبير يصل إلى نحو 36 مصابا بينهم إصابات خطرة متوسطة وطفيفة حدث ناتج عن إسدحام واكتظاب في منطقة حافلات أو في محطة حافلات قرب مدخل قاعدة عسكرية مهمة تتبع للاستخبارات العسكرية أيضا هناك مقر للمساد يقع بالقرب من المكان نقطة انتظار الحافلات في تلك المنطقة كانت مكتدة جدا نظرا للتوقيت الذي حدثت فيه هذه العملية نتحدث عن ساعات الصباح من يوم الأحد أحد أكثر الأيام إزدحاما لسيما في مركز إسرائيل في وسط إسرائيل حيث وقعت العملية بالتالي يوم مزدحم مكتد جدا وعدد كبير من الإصابات لكن الشرطة الإسرائيلية لا تزال حتى اللحظة تجري ما تقول إنها تحقيقات أولية للخروج ربما ببيان وافي من حيث الرواية الإسرائيلية على الأقل لهذه التفاصيل شكرا عبدالقادر عبدالحليم من شكرا عبدالحليم